مرحبا بالجميع في زون سبور الساعة الثانية معايا كل من المراد الملكي عبتستر بالموسى ليسلم زوغي ووليد النلوتي تخل نور جينا في الاخراج وكثيرك سوفيان في الاخراج الرقمي مرحبا بالجميع اشتناحكي عندي الافريقي 8 و 4 قلعب مزل المتعادل سفر سفر امام دريمز الغاني منظر كبير يختار تشكيل الاتيا معزع حسن في الاس المرمى في محور دفاع عامل عمران توفيق الشريفي علي سار امين حمروني علمين غيف الزعلوني في وسط الميدان حسين سويسي وبيكو رو شهاب العبيدي وفي الهجوم الثلاثي ايدو بسامس رارفي وطيب المزياني عبتستر النادي الافريقي شوت اول حسب الريناه يعني شوت متوسط للنادي الافريقي ما دغتش ما تخلش كما العادة دريمز الغاني ساجل وراو مهدي طو وياحدة بليش لدريمز الغاني اه لو ساجل لك هاو ساجل خمسين ملا ملا معلوم يندي عمال دولو اه ها ها ها. ايا ظاهر هدفها والهدف الاول واضح بسيقى نيميني واحدة مشتاول لدريمز الغانية. دانك لدريمز الغانية. معتها جديد معتها جديد معتها جديد في ثمانية وارمعينتقيق اقلعاف. صحيح هو شوت اول كان بداية متاعه كان طيبة للنادي الافريقي لكن وكان خلق زوز ولا فرص ممكن كان قريب من التسجيل لكن مبعد دريمز الغاني اخذيه معناها بزمام الامور رينا بيكورو في التشكيلة بيكورو للناس كنت استانى فيه بعض المرضود طيب اللي قدمه في كأس فريقيا كنا قلنا انه منقبل انه النادي الافريقي بشلقة مشاكل بدنية في المباراة هذية لانه غير قادر انه بشجاري نسق هذية في الوميديتي هذيك وصخانة هذيك فريق جاي من مانك دي كمبيتيسيون اكثر من الشهرين ما يلعب حتى مباراة رسمية لانه حتى المباراة الودية ري ما تعواضش صحيح اه اكيد نشوفوا هدف على التواغل شيراليسار انه متاع النادي الافريقي في وسط الديزويت دونك ونشوفوا النامبر دو جوار متاع النادي الافريقي صحيح معناها سي با برمي انك تقبل هدف وقتلي انتي عندك معناها النامبر كيف ناكية متاع دو جوار في وسط الديزويت وجيك واحد من تالي بشي سجل حتى بالنسبة للحارس ممكن كين قادر انه يعمل انا ري دي سي زي في اليس ممكن يعرف اكثر منه كان ينجم يعمل اه باراد لهناه لانه نادي الافريقي في حاجة شوفنا طوال هدف بصراحة طعام الخاطة مع الكورة فاندي سي رجاء اول حاجة هو تمرجزو تمرجزو في اني باي سور سيزابوية هو بلا تعم فهاي هاي انت تعمل في فلنجان التالي. مينا خليك سلتزابوي. ذاك كورة في النص في دي. طيب جز اذا كان عرض الكورة لا يمشي. شاعمل هاو عمل فلنجان التالي. ولا. دانك. اه سانسال ما بونتو كالي نجم تلافها بصراح. اكي تمني ونيدي الافريقي يرجع لكن المهمة ما هاش سهلة. اه كي ما قلت انو الشوط الثاني يرى و باش يصير الانهيار لبدني. لانو غير حاضر ندي الافريقي الهنية او التغييرات متاع اه منظر الكبير. بوردوني بلوس دو فريشور تعطيك لجوارات اه. مع الرحلة عشرين ساعة صحيح اه. اكيد مع انتا بش يعمل توا تغييرات بش يعطي اكتر فريشور اللاعبين بش يحاول اه يمشي قدام اذاك برودانس اللي انو توا اليوم توا شوفنا خمسين دقيقة مزلت المباراة. ميزمش بش بشي يلوج على التعاد لكيك كي ما جا جيت لكن اذاك برودانس ما يفقدش الكيليبر اه في وسط الميدان اه ميخليش روح ومعنى عندي زي كيليبر سورتو يخاف من اللي ترانزيسيون بتاع دريم استوى اللي هو ممكن ينجم يزيدي طايح شوية اكثر البلوك متاع ولكن المرينيش بلوك طايح ممكن يزيدي قدم الوقت ممكن يطايح اكثر وبشارع بعال الترانزيسيون ان شاء الله نادي الفريق يرجع في المباراة ومو يروح بنتيجة التعادل هي تعتبر نتيجة ايجابية فيو الكلاسمان اه بتاع المجموعة هذي وراد اه عنده شهر منذ كبير كيلي موجود تقريبا يمكن اقل شوية مع الفريق اليوم طو في تسعة وربانت كيخ لعب وفين وخمسة كيخ لعب متاخر الفريق سينار ومكان جي نلوجه عليه نادي الفريق طبيعة فريق دريم اس فريق ممتاز انا اتفرجش مباراة ذهب معتها فريق ممتاز برشا اه اللي دي الفريق زاد يمتلك زاد بشري ممتاز خاصة من ناحية الوجومية بون رينا بونت ومعاتها ما يتسجلش خاصتان في اللاكس متاع ديفونس وكيما قال اليس القردية معتها مؤخر نرما ما يقدم بخطوة على القل قدام اه ان شاء الله منظر الكبير تغييرات اللي بشي بشي عملها الشوت الثاني حاولي عد الارتجار لاننا في 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 صارح ومعاتها تسع نقاط لزول سع نقاط اه في صارح ومعاتها مباراة تعال لنصور ساعة برشا النادي الافريقي وزاده وممتون كيما قال عب ستار ميز مش يخلي برشا مساحات نسكولها تبدأون بوقتين الفرانسيف وخاصة دريمس عنده لعبين في الرواق الايمن والايصر لعبين سريعين جدا نجموا معتها تسجل الهدف الثاني ونجموا معتها يخط المباراة واحد بدايش لازم المدرب يتعامل مع المباراة هذه خاصة في نحية الرطوبة كل شي ان شاء الله نادي الافريقي يقدم يقدم ويسجل ان شاء الله هدف التعادل وليد السيناريو ما كانش يتصوره نادي الافريقي خاصة ان شاء اول خلج متعادل بداية شاوة ثانية يقبل هدف هذيك وقتين تلعب مش كبك تلعب في الرطوبة وتلعب بش تحاول انك ما تقبلش ولا ما تجريش في الافريكا في الافريكا تخليك تقبل بنتوات كما هكا في الدبيوت معناها السيناريو متاع هذي ما تقولش مش متوقع برشا ما حاجة معناها نعتادو فيها في 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 الافريك شو توكي تلعب انتي تلعب ياسر التالي وما في في البرمير ميتان دوك الكلوب افريكا توت صعبت المهمة على روحة بام بش تلعب القدام بش تخلي روحة كما اناها من انا تصور تخليس كما اناها في 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 الدفنس توقفو فو جوي اكليبري اه تلعب تساكر ياسر تساكر البرمير ريدو الدفنسي فو تحاول تلعب على رولانس دو جو فتلوي شوي بروفوندور مغي ما تتعرض تلي واضح اليس شو نرايك في النجم قولو ستة وخمسة كي قالوا لها من المبارات باي جو ستنا بش نبدأ من من وفاة عب ستار اذاي الفرق نجمو نحنا بين اه بطولة تضرب في النو لعب اي دريق دا وبين اه بطولة قاعدة تلعب طبنا نحنا كنجيو نشوف فريق دريمز في الشهر اللي خلاني في اللاعب خمسة ما تشويت اه العام الاربعة فيكتوار وعام النيول في الاربعة زي ما قاعد يمر بفترة انتعاش كبير الفريق اذاي الي هو من اللو لعمل دي بار خايبة في الشمبينة متاعو متكلاسي دي زي ام تي بوا ميتاو كنشوفو المستوى امتاع اه النادل الافريقي اللي هو عندو قربة شهرين ولا شهرين ونص هو راقد فامني اللي كما قلت لك الفريق في فريق عريق فريق كبير يلعب في بطولة في بطولة النوم انا سميها لنا في تونس بصراحة هاي عندو شهرين ملعبشو اي فوالا في الجافي ملعبشو اي فوالا دونك اه هو تو انت بدي ما بحثينا ليس اه معز حسن يعني حارس كبير الفين وثمنتاش نتذكر كيجي في بشيلعه في الكوب ديموند ناس كل قلو عندو كاليتي وكل شو نخلى اليوم معز حسن يتراجع في المردود متاعو يعني كنا نستنيو الفين وثمنتاش حارس كبير والناس كل تحكي على معز حسن نجموش نقولو حارس كبير على خاطر ورد كاليتي كان حارس شاب وعندو قلو عندو امكانيات بشي بشي يعمل كاريير خاطر من اجموش اقول حارس كبير خاطر مزال هو فيديو في الكاريير ومزال ملعبش في نوادي كبيرة ومعملش فرفرمنس كبيرة في في كارييرو ما انا جو پانس لي بليسور اللي اللي يقبلها اه ومزال تأثر عليه وحاجة اخرى بتاته هو عمل الدروب لكن من اجموش يخرج من الدروب اللي عماله خاطر طاولة معاه وذا يزم يخدم برشة على البلان السيكولوجيك خاطر في الامور الذية رأي لا تنفع لتكنيك لبريباريسيون تاكتيك لبريباريسيون فيزيك حظروا من ناهي الذهنية تقدم عليه وزيد الحارس كي يغلط رتح وعطي شعص للانسان اخر اعطي رتح عطي شعص للانسان اخر اه عب ستار نادي الافريقي قادة يرجع في المباراة حاس مالي التاو خاصة الان اربع ساعة اذي لو قالوا لها اي محاولة طيب بنزياني اكيد هو بش يعمل بش يعمل محاولات بش عمل تغييرات من منظر الكبير ما هوش بش يكون بالمهمة السهلة معناها ان شاء الله يرجع للنادي الافريقي لانو كنشوفوا حتى ريفرسيونات متفوق معناها تلاثة تلاثة واحد تسع نقاط هو والنادي الافريقي المباراة الاخرى اه نادي الافريقي ممكن بش ينتصر فيها اه دريمز بش يمشي لنيجيريا مجموعة هذية ممكن نجمه نلقاه وضعية متاع ثلاثة يكملوا باثناش ممكن كم ينجم النادي الافريقي ينتصر المباراة الاخرانية يترشح نتمنى انه اليوم يخرج بالتعادل بش يكون حضوظه في الترشح اوفر ببيديه ما يستنى حد حد لكن كما كان يقول الياس في نيجيريا البطولة تلعب اه ما 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 وقفتش في جانفيو في فيفري لعب ريفرس لنا يونيتد في غانا البطولة ما وقفتش قاعدين يلعبوا كيف كيف الفريق الانغولي اكاديميكا قاعد يلعب بوقفتش البطولة في المجموعة هايدي الوحيد اللي مش قلعب يلعب في مباريات هو النادي الافريق ومبعد احنا نحب ونطالبوا بفرق متاعنا تفوس بالكاف وتفوس بالشامبيونز ليج قالور كن نظام انتع البطولة متاعنا ما يخدمش في رقنا وما يخالي نيش نكونوا احنا عنا امكانيات بش نالعبوا على الالقاء ناخد شوفرس بعدك نجمه نحكي بعد ترجمة التوسي انتونا تسمعوا في زون سبور مع مهدي العيدي على ايفان احلى غاديو مرحبا بالجميع في زون سبور برشا كواليوس وبرشا حديث في اللوف كما قلت معي الكل من الياس المزوغي وليدنا لوطي عبد سلطان بن موسى ومولاد الملكي بشكون حاضر معنا مباشرة من سوسة سلنا تقلص بباسم النجمة السياحة لسيقايس بن احمد سيقايس مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوة مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا على قبول الدعوة حبيت توضح حاجة تفضل الخط مفتوح ليك سيقايس والله كنتم تعطيتم في التحديد اللي كنتم ببعها بخصوص مقابلت البارح اعطيكم الصح على التحديد لكن حاجة بركة اللي العشرة بتاعديكم وحبيت متاخذ الخصوصة باية ووضحة اللي المقابلة اللي تكون شكتوري تعديد تقريبا كظروف باية لكن اللي ما كانش باعي هو اللي بترفحها جمهور درجة بارح في مرعب غراس ولي شافتها نفس الكل كنت منتظروا انه على اقل معناها تطروا نقطة هذه وطالبوا عليها مش مشكلة هاكت تلابت سيقايس وهوك عاطينايك العمي ليس كنا مش عكيفها في الساعة الثانية اه واضح واضح انا ما انا كنتش كريم كنتي ريس كنت عكيفها مش كون واضح معك صريح مع سيقايس ايه اتفاضح سيقايس سيقايس لا 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 عندك الحق سيقايس وهوك تدخل وهوك معنا في المباشر وضحت الاكتحب توضح اكثر مرحبية بالطبيعة. سيقا يسمى اي تفضل. تفضل خاتليك سيقا يسمى. يعني احنا اللي فاحنا وانه اه في مقابلة البارة حلاسة هذه اللي خرجت وشايفتها نفس الكل اوضع. فما نحطوا كانوا نوعا متكتم عن مسلا هذه وحتى حد ما عارض جعلها على مقالة الفلاتوات اللي اسمعت. اي. هذي دولة. بمساول الفلاتوات. اثنين. ادي فاحنا اكثروا انه نعرف واحنا الظروف اللي تدخل فيها الجماعير بالملاعب. من تفكيش ومنه. لانا الحديث مش مواجهة لكم انتم ما بتبقى عليكم. وليه بانصير. ايه يتفضل. لانه الجماعير نعرف كيفاش تدخل الملعب وشوه يتعرضونه من تفكيش. ونعرفوا اللي تات كذلك اللي يتم التلطيق عليها. حتى قبل المقابلات وعديد اللي تات يتم على سحبه وما تطلعش للمدارش. لكن اللي غريب في الامر وانه البارح تطلع في اللي تاتي. وتم استعراضها بالمدرجة المقابلات الجمهور التراشية اكثر من 10 دقائق و 15 دقيقة. لانا نقطة اكتفاهم كبيرة. وانا خنكون واضح. وقولوا انه الناس المسؤولين ده على الملعب الفارح. وينهم في هذا الكل? وقتلي هي كي تشعر كعب اطلاق معانا يمشيو يجري ويتشوف وشكوش علىها. ولكن الابتة في الخطورة هذي اللي مدخط منشيها كاملة. وليت ناسم يكون عندها اثار تلبية كبيرة ياتا. ريناها تلعة كل مدارش بكل الاريحية وشكناها الناس الكل لانا نقطة اكتفاهم كبيرة. واضحة زيقايس عندك توضيح اخر زيقايس. والله احنا كناش نحبضوا نتخذوا. ليه ليه مسيرش. 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 افهم حتى مشكل. الكلام اللي بيت بيه من جول حبيت نشكل به. حبيتوا انه البلاتوات اللي تشبدع النقطة هذي لانه في اطار المعاملة بالمثل بين الناس الكل. سيح. على اقل كيف تشوف الناس حاجات خارجة عن الرياضة وحاجات الخطورة هذي على اقل اذكرها قليل في كل طال. على كل حال هاو كنتي وضحتها سيقايس وانا بش نقعد نتفاعل مع البحثي يا سيواليد. يعني واضحها قايس ففهم ما دي دي بندرول ميدخلوش اليوم دخلو. عليش يدخلوا البندرولات هذوم. نعرف مليح اللي فما دي دخليات اللي اللي ما دخليش اللي ما دخليش للاعوان الامن والوزار داخلية. ما دخليش تدخل اليوم بندرول كيماذي. اسئة بجية الساحل الكل. تدخل. هذي سوالي توجه المسؤول على الامن في الملعب. مش معقول يعني اللي انا مش معقول يعني اذا فما حاجة دخلت وجيها كاملة تقلقت منها. المسؤولين عن ملعب وزارة الداخلية هي اللي تنجم نجاوب على سوال هذي. يعني بشتعرف الفكر اللي هو التوضيح اللي حاب يوصف. اي هو نفهم 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 انه مسؤول بتاع النجم الساحلي. وموقف متاعه. واضح اي. واضح مست بجية كاملة. دوق الا الجواب هذي مينيج مجاوب عليه. كان المسؤولين على الملعب. واضح. او واضح. سيقايس عندك مضيف? والله او او اضافة منظر. اي اي. اي. او انا ننتظر على اقل اعتذار حتى من جهة المقابلة. سينا رائة النادي او حتى من المسؤولين بتاع الطريق الترجل الى الى التونس. ما اعلمش ان اطماع اعتذار وماقول اي شي لله صيد هايه هيتعبر على على جميع ترجمة نانسي قيس 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 نانسي قيس ترجمة نانسي قيس ترجمة نانسي قيس نانسي قيس ترجمة نانسي قيس نانسي قيس نانسي نانسي قيس 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 بالحميدة. بالحميدة. بالحميدة قاعدوا بيلة ابو بريسك في ثلاثة في اللاكس. في المواتين متاعو. في المواتين متاعو. الكليب الديفنسيف. سحيح. آآ شكري. قالوا كام بتاع بوشنيبا. بوشنيبا طلع عبرشة. عاون برشة. فهمتا? فما آآ لانتغيشان دي نوفو ما بكياه وآولو. آآ اللي عطاو آآ بور بشة بوكياه بتاع بتاع بونتو لوليني بتاع ينساس. يعرفي العبنية. يعرفي ماركي البارح. حابي ماركي زادا. آآ آآ فما حتى المعناها حد الابسانس بتاع بن علي اللي كانوا خايفين منها. بوشنيبا عوضو. ماركي ناشي مشكلاتك. بتانت رودريقياس ماري ناشي البارح كي ما يزم من اجي ميكور. كما قال المراد آآ عملت كل شي تراجل كل الاخرانية. بسانت راجل. شكور رودريقياس ماري ناشي مزيل مرجعش كلا 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 شكورة. شكورة سيدا وليد. خلاص ما كاردوزو مدربة رجل التونسي. أحكي على الانتصار هذا في ميكورو زمين ناوسام بن حسين وقايا سبرلا. ماركي ناشي ماركي مازلت؟. وحاول الإعجاب للتعامل مع المباراة كانوا يجب أن يكونوا مؤثرين وممتازين. هذا كاردوز ومدرب الترجيات التونسي. حب ستار انتبت الترجيز وزيلاعبين الذين يجوا في المركاته. البارح أعطاوا الإضافة ورناهم يعني تعامل مع المباراة كانوا اللاعبين مؤثرين وممتازين. أكيد وشوفنا البرح لإضافة هذية المدرب يعرف وين النقايس ونتصوره وقعد مع إدارة تراجي قعد مع طرق ثابت وعرفوا الداوين عرفوا شنية مشاكل التراج واللاعب بوكيا يظهر للمدرب يعرفه في بورتيجال العب غاديكا وكان هو طلب اللاعب هذية معانتها بالاسم ويعرفه مليح معناها ما هوش أوازار لنه انتدبو وعنده طريقة لعب يعرف انه في طريقة اللعب متاعه إلا بزوان دوستيب دو جوور اللي هو يعاونه في الانيما يرحيش عاونه في الوقت لأنه الجوار هذو ما يدخلوا الالانتر يخلقو لك معناها questo مباشر الانتر يرجحوا التجارة مع او منقلتهم وكان يطلعوا اكثر معناها الى läترو يطلعوا باش انتي تبني عليهم مورينا في التصاور متاع كاردوزو إن هو يحب لدو جوار متاعو دو جوور المتاعوا يدخلوا الانتر يرحيش عاو مليح وحب يجوئ جوار معك اللي لإلاطرو الساس على اليمين الساس على اليمين حتى في بداية المباراة كانوا بالعكسهم من بعد قلب الساس المشاء لغاديكة هذا تعطيها أكثر حلول حكينا كيف كيف على هولو والأبور اللي قدموا والترجي في حاجة للسنتينيل هذك اللي كان موجود منذ بداية البطولة دونك اليوم الفايدة في موش الفايدة في القانتيتي بتعليه الكريتمان الفايدة أنا شنية الكاليتة اللي حاشت بيها وانا وين عندي مشاكل الترجي ما زلت عنده مشاكل أخر على مستوى الإفكتيف لكن اذا ينجم يتصرف في السيزن هذة لكن لو نحكيه على المواسم القادمة فما اليوم وسات يوربه لكن ترجيز كما قال مراد يخامم على اللاتيروه متاعه يخامم على أكثر شواء في البروفيل متعليزاتها كون لأنه الحقيقة فما البروفيل ما هوش متكامل بارشا رودريغيز بن حمودة واللاعب واللاعب المسلمين محمد المحمود لا لا الافريكان كيبا سوي كيبا سوي رودريغيز ممكن ممش بعض على بعضهم بن حمود هو اللي يعطيك البروفوندور لكن ترجي في وضعيات حاشتوا بالجوار ستاسيون اللي بشانج ميبني عليه لكن في وضعيات معينة نجم تمشي على الكستريور في الافريك بشتايح شوية البلوك حاشتك بكذا البروفوندور حاشتك بجوار اللي يكلك البروفوندور دونك الترجي نتصور في خطاء ثابتة الفريق المدرب يعرف اش قاعد يعمل والبلوك المدرب يعرف وين ماشي ويعرف هو اللي جاي للترجي جاي بشلعب على القاب رغمه جاي في سياحة هذي شفناه من مبارات الأولى من مبارات متاع البارح وفما وجه متاع الترجي اللي كان مفقود الترجي اللي يسيطر لأنه الترجي في أوقات معينة ولينا حسين الترجي أي جامعية ناشتع لعب معها الند للنت معاتش الترجي في إفريقيا إنه هو يجي من يدخل يحط في بلاستو وينتهي الموضوع يزم يرجع الترجي هذيك وإن شاء الله الترجي مع أنت تلقى النتائج اللي حاشت به مراد كما كان قال عبستار لازم الترجي يفرض طريقة اللعبة ومبارات صعبة خاصة عمال مباراة محتر ما برشا مع الفريق الانبول كما حكي يجب برشا كان ينتصر يلا سيداني كما حكي والأخير ما عندوش دي ما يلعب بلوك باك كما قال عبستار وليد كل بعدك يلعب الهجم المعاكس والهجم المرتدة عنده لعبين سريعي وكنا نبهنا في المباراة في المباراة الذهير اللي راهو والملاعبي إذا كان يبدأ كمبيتيتيف دي ما تشوف يسيو أوفصي أوفصي رأو صعي برشا بشي يعطي مردود ممتاز وخاصة بالنسبة للحراس كما قال إلياس قبيلة الحارس لازم يكون كمبيتيتيف لازم يلعب أكثر ما تشويت لازم نحضر ومات شون اللي جاي كما يلزم و تفضل وإن شاء الله تلاشح يعني لولانيت حب قولها ميسي لا يسير نحن نخطمو بك على تراجي على مميش مميش اللي فرد روحوا للهام أنا ظلموا جالي قدري كما هزوش الكاس إفريقيا خان خان بروفوك شواي لا لا جاوبني لا جاوبني ظلم ولا لا طو نعرف عليختك باية بجلال وعليقته جلال بجلال باهية وعليقته بتارق بصراحة أنا تارق صعب الحقيقة أمان الله قاعد يكون فيلمي أمان الله قاعد يكون فيلمي أنا قاعد نشوفيه قاعد ماشي بخطاء ثابتة أنا قاعد نشوفيه تبقى كتشوف الديفونس اللي طلع بقدامه شوف قدامه توقاي قدامه مريح قدامه بنحميدة هاي ووش نيبا زعم لعبين كبار ولعبين نجم هما الكابتان تعلي كيب وتشوفوا هو كيفاش قاعد يوجه فيهم وكيفاش السامبوز هذاي حاجة واحدة توريك اللي هو اللي صحابه عندهم ثقة فيه وشايخين عليه عندهم ثقة فيه مرتاحين عندهم ثقة فيه وزيد شيخين عليه زعم والله ظهرهم محمي تشوف انت البارح اني تباس ولي سيتي في الماتش ما تشوف البرزنس متاعو الكومينيكاسي متاعو ساسفوها امشي ايجا اعطيني كورة يطلب الكورة يتحرك فيني عنده كاركتير يعني والله الان كاركتير قاعد ي كنفيرمي سنسلمو انا انت قطونا ارجعلك لل الاخرى قطونا لذا لموش يجالي انا لانا انتصور اه خيك امن الله يمشي للمنتخب يمشي كحرس اول يخدم على روحه في جامعيته ويخدم في جامعية كبيرة افتح هم فيها عنده طبو ماشي انت مثلا للمنتخب باش يمشي تروازين غارديان ولا بالعكس ولا باش تضيع باش تضيع هو معالس مع جامعيته صوليسيتي يكور لي ماتشاميكو سانترين عنده فمني وعنده كيف باش تمشي اللي كيبنا سنان مكش بتلقى نفس اللي 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 باش تقيته انت في جامعيتك انا اه نشوف بصراحة ونعاود نقولها اللي امن الله عنده مستقبل كبير تفهم فيها يقعد ديما تفهم فيها يركز في روحه يركز على خيرمته يبعد شوية على الليزان تيري فيو ماتكننش برش هو ماتكننش برش فاهمك والمستقبل انا يهور مرات نعم معتك ما تسمعني في السياق كما تشوف الحارس كما رينا البرح كيف شو لي وجه في الديفاع متياه رسمه السهل انو معت شو حارس صغير وشو وجه لك توقي بشو جارك مرياح وبنحل الانترنشنال بيانسور 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 زي بيانسور في المدخل جوال يلعب كورة نظيفة في اللاتاك بلاسي مهم برشة بشلق حارس يعرفي رينا البارح حارس من طراز كبير برشة غيثو وهابي زكريا العيب من ميش هذو ما مدخم عمرهم في العشرين سنين قاعدين موجودين في التلاجي قاعدين يخذوا في تونج مع رائد مشنيبة يعني فمع اللاعبين اللي في التلاجي بديت دخل في اللاعبين اللي عنا برشة تلاجي مرينيش فمع لعبين من صنوة بتاعت الفرماس يدخل ويلعب حاجة جديدة حاجة جديدة وطرخ خيبت معتها ينسى الخدمة اللي عملها كل شي برشة من لعبية اللي هو اللي تقري معتها في اللي كيب تيب ولعب برشة مباريات واخذية وثيقة وزادة صحابهم عونهم شيخ وثيقة ويعطي لك المدرب اول حاجة وزادة الملاعبية اصحابك وبعد الجمهور هاتيك صحة مراد نخل نشوف واصل بعدك هنرجع ونحكي على جولة الرابعة من البلايوت انتونا تسمعوا في زون سبور مع مادي العيدي على اي فان احلى راديو مرحب الجميع في زون سبور العشر دقائق الاخيرة من البرنامج نحكي على البلاي وتأول هزيمة للسيابي من قفصة البارح بونتو سيدق بن سيلم للقواف القفصة السيابي اول ملاحظة البارح في اللي حتى في السوشيال الميديا غير محور دفاع رجع سيدين لقايد فريق وعلى الليلة تبدلت الأمور في النذي بنزل والتلعب جو ديريكت سيابي خسطن نعرفه مليح النذي بنزل لتلعب جو ديريكت منينش لعبة أحسن مباراة لعبتها لأسبوع الفارد كي كولا خرجت كما يقولون نظيفة من لك سيابي لدي مليح ذا رو عطوهي لي جمهور هو رو تخرج كولا نظيفة مش كما رك ترعب في بلادك كما ترعب بالك سريع رو فما مباريات يجب ما تتعامل معاها وتعرف كيفاش جيب منها نقاط راني مهوش رو يش تحب رو فريق صحيح رو فريق شاب بالنيدريالي البنزارتي رو صحيح هلعب كولا مليح وكل شي وقاعد يجيب في نقاط قاعد ينتصر لكن مهوش بشير بح المباريات الكل في البلاي اوت فما مباريات مش بشير بحهم لأنك تنقل لقافسة مهوش رو ملعب رو اللي ملعبش في تيران قافس وما تخلش للجازان وميعرش العلوم معرش يجري في القزان رو قزان قافسة كي تبدأ تجري فيه كاش يمشي ويبعد يمكن يأثر القزان اكثر عن سيابج رو بدانيا ملعب قافسة سي با فاصيل انك تلعب فيه با دونك كان نراه ان صحيح غير بتاعه مهر كانزار يراه انه هو قافسة بش تمشي اكثر القدام هو حب يلعب عال 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 عمال تغييرات ما نجحش في الشواء هذي الاكيد انه كل مدرب يعمل دي شواء ما نجحش فيهم اه هذا هو القافسة كان البارح فما روحة كبيرة كانت فما عزيمة يزموا مجيبوا تشوف اللاعبين بعد ما يسجلوا كالروح شوف بعض المبارات كالروح فما عزيمة البارح بش قافسة تربح بنزر سوفين هادوسي مراد يعرف مليها السيابي البارح وقرالها يعني تخمف النتيجة مش كتلعب كورة قصيرة كورة طويلة المفيد لتروح بارح فما رغبة اكثر من قواف القافسة بالانتصار رينا التنظيم الدفاعي والهجومي كيف كيف بالنسبة القافسة رينا مدرب محنك عرف كيف اللاعبين يستغلهم ايجابيا ما عطا ما نزميش نقصوا من الانتصار متاع قواف القافسة انتصار ميريتيت ان شاء الله يكملوا وان شاء الله معت البلاوت معت تحسن بالمبارات تاجا ما تكون تسعين بالمئة اخير مبارات قل سفين هيدوس اللي عنده كونترا في ليبيا مع فريق ليبي نحكيو على المبارات الثانية نحكيو على بيجا والمتلوي مش نجعل تمرد على بيجا دوزا الياس للبيجا في ملعب بلعب للمبارات هادية هداف كل من شرف الدين عون واحمد العامري ومحمد امين بن عمار بنسبة لنجم المتلوي طو بالنسبة البيجا قامت بالمطلوب بالنسبة لها ميزمها كان بيكتوار بيش تعاود تخلط على المجموعة بيش ما تبعدش تفهم فيها نحنا شفت وانا الماتش بسانس سرمون بيجا كان عندها فاني هابتت بالثقل المتاح بيش تربح قاد زادة قدامها فريق منظم قاد فريقها قدامها زادة هو جائل جائل منزل بورغي بقى طامع زادة هو في علىقل بيش يرجع بأم فوان فاني دونك ولا لكن كانت الولانت كانت في المبارات لحظنا شوية انهيار بدني ولا تعب ولا بتاتر الريح جسيون ممكنك بتاع نتيجة بتاتر فولا فاني لكن اللي شوفنا هزادة شوفنا بونت وقاك صارت في المبارات هذية ما يخرجش على الحليوي خاطر نعرف انا نعرف نعرف الامكانيات متاعه فمن الحليوي اللي في ريمون ما كانش متمركز صحيح ومبعد حتى التحرك تنقل متاعه في المرمى كان كان خاطئ هذك اللي تسبب له في الهدف ولكن نعرف الامكانيات الحليوي اللي تخوله بشا عود يرجع المستوي بخير من هك نشاه عمد من يونس يزوز مولا لقاياتك اربع اربع نقاط مرت عودة الروح لأولمبي البيجي انتصار كانت ناس كل السنة فيه سوى ادارة سوى لعبين سوى الجمهور خاصة الرئيس النادي اللي كان مصلت عليه ضغط كبير برشا من الاحباء الحمد لله معطى اليوم ضد منافس محترم جدا اللي هو المتلوي وهم مباراة تلعبت في الشوطة الاول رينا زاد المتلوي زاد برشا فرص مستخلوش الفرص اللي جيهم خاصة يصور لبالاريتي جيهم برشا فرص رينا فهم فريتي في اللعب بالنسبة للأولمبي البيجي ورينا زادك فش يستحفظ على الانتصار شوط ثاني عرف كش المباراة والانتصار هذي معت انتصار مستحق بانجردين تطوين صفر صفر وليد بانجردين صفر صفر نتيجة ما تخدمش لهذا و لهذا سيح باق هوك بانجردين قعدت في نتسان نقص تطوين نقص بانجردين بروفيتين من دفات متابس سيطان الجلطان اللي لا يخدم لهذا و لهذا به كامل مباراة الاخيرة مباراة مستقبل سليمان ومستقبل المرسة ويحد بلايش عاد بحذك المرسة بكل ها 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 مرحب بحطه في حراج لك بالعكس عليها كلمة الحق واحد صحيح صحيح اذا كان ما عاد يستاهل بش ينتصر المستقبل المرسة صحيح معتها فريق كبير برشة وانجبت عديد اللاعبين الممتازين ضوء علي السلمي المولهي محمد علي المحجوبي محمد علي المحجوبي التوفيق بن عطمان سبري جاب الله التوفيق وصين بن عطمان تتكلم عب سلطة محمد علي المحجوبي عبد الكريم مهدي بن سليمان زد كيف 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 منتخب المرسة وعنا حارس سبق ليسلم زوغي يسمر يعني برسة حارس الدول السابق منتخب الأولمبي ليسلم زوغي معناها سيمي كبير عب سلام شمام عمر جبالي عيلا كاملة جبالي معناها لعبة يعني أنا شفت الشوت الأول معتها نفني ما كانش شوت ممتاز رينا جو ديريكت منزوز أطراف منزوز أطراف طيران زيدا مرسة اليوم معتها رينا طقس يقلق برشة بش تلعب هو المرسة كي يبدن في ماشي ريح وصقي برشة معتها الوجود معتها ريح اليوم معتها قلق برشة خاصة خاصة سليمين شوت الأول معتها قلقها برشة في البناء تحصلت لهم معناك بجلبان في سليمين ومعضة جاء الهدف في هدف كرة ثابت هدف مستحق سليمين قاعدة عم في نتائج طيبة بتواجد المدرج بجلبان فما تلك تبعصد وصارو تفارش فيها ثلاثة مباريات تفارش فيها ماتش دي بلاسمون مقابلة كبيرة برشة من بردت اليوم زادة عملوا مقابلة تكتيكية مقابلة كبيرة برشة محمد الحبيبي كان هو اللي شادت لها دف بالرأس فين كان سليمين وصفت عب ستر وضعية مستقبل المرس وضعية محيرة وضعية محيرة يا الحك وضعية محيرة بالحق يعني يعني خانا خانا كله واضحين أنا من حمش نعملك مشكل نعف ما سكرت تتفرج ده لكن خانا كله واضحين مستقبل المرس يعني قال ما فاهمش مجموعة وفاهمش فيكتيف ها وجيت المجموعة جيت فيكتيف وجوارية وتشريت وكل شي لقدت لفريقات الوضعية يا بيت وينو اللي فيكتيف ممتدى بيت لجيت قاعدة تلعب لا فاهمش كون موساط فاهمش كون جيب يسابة ملعبش اليوم تخل رم بلاسان ودخل فاهمش كون كيف 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 كان راجع من إصابة جاء وعاود تضرب فاهمش كون المصاب عنده أشهر هو مصاب وما يلعبش فاهمش كون جاء وقاعد يلعب يلعب في خمسين وخمس وخمسين دقيقة وثمانية وخمسين دقيقة لورك هو متكلف ميت مليون على الفريق اليوم الفريق مستقبل المرس أصرف أكثر من رب عمية وخمسين مليون في الانتدابات نحكي على القيمة متاعه اللاعب في ستة شهور يعني ممكن اللاعب عمية وخمسين خلصوا اللاعبين عمية وخمسين كيف في متاعهم تعال انتدابهم على مدة ستة شهور يعني قداش خذيهم اللول ممكن خذيوش للميتين مليون جوارت الكل اللي جيهم لكن التاكلفة في الارب عمية وخمسين على ستة شهور ما بشو يخرصوا هدوما وفايا يوفا جوام بتنسكوا مش تخرصها دونك في ارب عمية وخلص لش كيف يكوش على الشارج ما نحكيوش على الشارج لكن اللاعبين هذو ما قاعدين يرعبوا الكل ما همش قاعدين يرعبوا الكل اليوم مدرب لو لمشي المدرب الثاني مشي المدرب الثالث ها مشتش معاه ريزيوتا فما مش يعني الانتدابات اللي جيت ما كانش يسيب لي معتا جيت انتدابات جواريت مهاش كومبيتيتيف واضح جيت انتدابات فما دي بوست معاينين فيهم انتدابات زوز في نفس البوست ومنتدبين جدود منتجمش تلعبهم بالطريقة ذي واضح فما مش شاك فما مش شاك بس بساج بركي حاجة واحدة البعض اللاعبين المنتجبين في المرسا راي المرسا ما هيجدار مقام خوي ما هيجدار الخلاعة الناس يقو على روحكم ما هيجيال المرسا ما يخذ فلوس جايبش صيف السيف ما زال في المرسا واضح شماية عمورة 85 للاسنة برك الله فيك ليس سعيد جدا للكتكون بحد هنا اليوم ليس وليد مرسي برك الله فيك يا تكسا عايش عايشك مهدي عايشك رجعها وكامين غلانزا خويس جايبش جايبش مولاد عايشك ساح برك الله فيك سعيد جدا لديك وطباح دينا شكرا وديما بيب حلول للك في زونس بور هكا وصلنا لنهاية الحصة امتيا نخليكم محمد ليلي في الأخبار سباح الخير وبي باي